وصلنا لأخر فكرة بحلقة اليوم تحلى الحياة مشاهدين ومثل ما شايفين والزيدان صار جاهز معنا بفكرة الزراعة وعرفتها لشيء برافك اليوم عرفتها دغلي يعني برافو علي علامي علامي لأليك بس عيب يعني ما عارف شجرة التين بس أنا إشعتها من هون الوخية لا التين طلعت اليوم أنا نحكي عن التين والفويد وكيف فينا نزرع التين مثل ما شايفين جايب معي تين اليوم حتى أنه منه بموسم وإجبانا بجيب شغلي معه بموسمها بس حبيت أحكي عن التين لأنه الفويد الصحية طب أقوله قبل ما يستوي حتى هي كتير كتير قوية وكتير عديدة هلأ رح نحضر أول شيء الفيديو جايبه معنا الدوكومنتري الصغير عن التين ومنحكي شوي عن فويد وعن الصناعات وعن قدي فيه اهتمام برا بزراعة التين بالإجمال ومجا عنفوت بفويد الطبية طب أقول التين الموجود معنا هلأوا كيف في طريقة زراعتها كمان يلا بنحضر وسوى لكينا مثل ما شايفين هلأ الحقول الموجودة عندنا بزنكاميات كتير كبيرة بطريقة مختلفة عن طريقتنا بالشغل بيتركوها تستوي على الشجرة بعدين بيخلوطوها على الأرض بعدين بيجمعوها شوي شوي اه ما بيقاطفوها مثل ما نحن عمنا نعم ما من قاطفوها مثل ما شوف بيركزوا على نوعيات معينة هونيك موجودة بيعيشوا عنا بكتير طريقة مرتاحة وكتير تمام بس هؤدي معمولين للتصدير والاستعمال الاستهلاك الكبير يعني فمثل ما شايفين معنا التين يمكن بالطبخ بالحلو بكتير أنواع حلويات كمان أكيدة بكتير طبخات مع الستايك مع الجبنة مش مثل ما نحن نشتركيله وتين ومنكله ومنعشر وعادي موجود عنا التين المجفف بس أكيد مش مثل هذي التقنيات اللي عبتوا استعمل هلا حاليا وين عمشوف مشاهد بأمريكا هذان؟ صح بأمريكا هلأ عمشوف نحنا المشطن الصغير الحضاني إذا بديك وبعدا بس يكبروا يصيروا بهذه الطريقة يعني حتى طريقة زراعتهم اللي بتختلف عن طريقة الزراعة عنا بيزرعون بطريقة متنقسة مع بعضهم في مسافة من ترين ماكسوم بين التيني والتيني وبيركزوا على كل فترة الإنتاج من أولا لآخرا بيعرفوا قداش هيدا صور صحيح حتى بلبنان يعني حق التين عنا غالب يعتبر سعر مازبوت لأنه عنا التين أصلا نحنا بلبنان كلمين بس مافي اهتمام فيه مافي مكانات مافي توجيه للمزارعين اللي يهتموا بهذه الزراعة مع أنه ما بده معي أبدا بتقوم أمراضي كتير يعني هي أورجانيك أو بتعيش بشكل طبيعي ملا ما نترنا نتدخل معها بس شوية شحالة يعني هي بتقوي حالة بحالة وهي بتاعت الغزالة حالة يعني بس نحنا ما نعمل شوية فلاحة وشوية سواد بمعسم السواد غير هيك الشغل تبعوها كتير مينموم هلأ مثل ما كنا عم نقول فويد التين الموجودة عنا بنبلش أول شيء من التمرة قبل ما هي تستوي نعم إذا مشوف بس نقطفها واقل بيطلع مننا شيء أبيض نحنا وزغال كانوا يقولونا قوموا تحطوا إيديكم على عينكم صح هاي المادة البيضة هاي المادة البيضة تستعمل من زمان كا اوكي إذا مشوف هلأ بلش تطلع عنا بيين عنا على الكاميرا عساس إنه من النعمة ايه صح أكيد أنه يبتأذي العين أكيدة بس هي كانوا يستعملوها من زمان شو كنا نخاف نحنا والأطف نحنا والأطف نحنا والأطف أو حبة أو شامية ايه مازبور فيها نوم العسيد كتير قوي يعني صاح 100% نعم بيحطوا مننا على هيدا الشي وبتفيد علاجات كتير بالبشر أكيد بلنا حكيم اختصاص في هيدا الموضوع أو بيبقى عشاب مختص بيقدر يعمل مننا كتير اشياء بس كرمينتا نركزها الكاميرا صح بينشل مننا اكسترا أوكي هلأ الأهم يعني بس أصلا بس عم نعمل صح عم ينزل صح حتى حتى هيدا بيكون موجود بالغصن طبع الورقة التين ويلي هي الإفادة طبعولة كمان نعم بنفس الشي هلأ ورقة التين هي الإفادة الأساسية طبعول التين هي موجودة بالورقة طبعولة طبع منقدر نعمل ان احنا شاي نجففها بالفاي نعملها شاي ومنقدر كمان عن طريق حكيم حكيم بيعرف هيدا الموضوع طبيب عشاب مختص يعني عنده دراسات فيها بيقدر شيل مننا اكستراك هيدا الاكستراك بيقدر عدل سكري بالدم بطريقة كتير طبيعية وهو حاليا اكتر دوا فعال بالطب الطبيعي يعني اللي معه سكري بيقولوله بعاد عن الطوم لانه فيه نسبة سكري عفوا تين صح بس نحنا نحكى عن ورق التين أوكي عن ورق التين اللي هو نحنا فينا نغليه ونشربه طبعين عم نقول او اذا ما ناخد الحالي صعب يعني ناخد اكستراك مركز منهم بيينعمل بطريقة طبية بالمختبر نعم بيشربوا مثل الشاي بيشربوا مثل الشاي بيكون كابسيل او بيكون بيشيد له سكري يعني يعني بيسعبوا يعني بأدوية سكري اكيد بيكونسنترايط هلا ما بعرف ادوية موجود حاليا بالإدوية وموجودين بالصيداليات بس بعرف حسب الريسيرتش طبعي وحسب الديكاترة اللي بعرفهم يتعطوا بالطب البديل او بالطب الطبيعي انه التين هو من اهمة علاجات للسكر ورقة التين ورقة التين بيزا هلا حتى التين ما بدنا حدا يروحي يشري التين هلا ومعه سكر وينزل لحتى طمرة التين نحمي اذا من كلا بطريقة منتظمة يعني ماملوكل منه كتير هي كمان بتساعد حتى ننزم السكر بقلب الدم مثل ما ببين معنا هلا حتى هي بتاول مناعة كتير فيها انت اوكسيدنت كتير قوي حتى ورقة التين مثل ما كنا عم نقول لبنغلي في انت اوكسيدنت كتير قوي كمان الانت اوكسيدنت يعني اللي بيعطي اوكسجين للجسم بيساعد على المناعة والواقية من السرطان والامراض الخبيثة كلها صح نعم وبجدد الخلايا صح اكيد دائما بجدد الخلايا يعني مثل ما بنعرف جسم الانسان بجدده خلايا اذا ما نحكي الاعضاء كلهم بفترة عشر سنين بتجدد كله صوع مثلا جلد كل ستين يوم بتجدد جلد الاعضام كل خمس سنين بتجدد فانحنا شو بنأكل بهذه الفترة اللي احنا اذا عم نعمل ديتوكس يعني بتأثر على حياتنا اكيد اذا عم نعمل ديتوكس عم ننظف جسمنا فينا ننقي اكل معين طبعا عم نشوف كمانا نسبة الفيتامينات دي عالبية بطير وعننا كتير انواع كتير يعني موجودة ونشوف احمر ونشوف كازالون بتفرق كمانا التعمي بتفرق كتير وفي عنا وصفي بلبنان كانت معروف كتير بس ينشفوا التين بيقولولو تين معرق بيغلوا انواع بهارات وانواع عشاب بالبخار طبعا بيحطوا التين مجفها فوقهم بعدين بيكلوهم بيطلعوا كتير طابير وكتير مفودين صحيا كمان والحلو فيه بتين انه يعيش فترة طويرية فينا نحطو في زخية على مدار السنة ويجففو صح اكيد بالنسبة للمستهلك العادي وبالنسبة للمزارع اذا بيقطفوا بطريقة منتظمة ويجففوا بيقدر يبيع منه كل السنة وما يعوز انه يعني بيكون مصدر مدخول ما بيضلوا بس بهذا الموسم بيقدر يخصص حلو بزراعة التين مثل ما عمشوف يعني هيدا مثلا هيدا المنزر من تركيا كتير في تركيز عهيدا على الموضوع حتى هنا وقيت التين مش موجودة في لبنان مش شايف من قبل شكلة مثل البطيخ صح ما للصراحة ما بعرف عنها بس حبات ترجية شكلة روعة هوا انواع التين الموجودين عندنا كمان هلأ كمية يعني فرايتز كتير كتار طب هنه شو بيكونوا يعني شجرتهم بتكون متعامة صح ليه عندنا هالأدي فرايتز من التين هلأ حسب المنطقة حسب نعرف كل الانسان او الحيوانات او النبات بيتأقلموا مع المنطقة اللي بعيشوا فيها فبعد ما يتغير جيولوجيا طبو الارت تبعوا تقرع عن التاني او يبطل في وادي هون يبطل في وادي هون بيتغيروا ظروف المناخية وظروف تلك تتغير فالتين او حيالها شجار بيتأقلم مع المناخ الموجود وبيتغير بيصير نوعية تانية مع الوقت مثل ما ذكرت انو شجرة التين ما بدا هالأدي مي ما بدا عينيه كتير وبتعيش عكلها بس منشوفها كبيرة وبتخيي كتير بتكبر كتير يعني بتاخد بي بس نزراعها دي بدنا وقت مشان تنبلش هلا الحلو بشجرة التين اذا زرعناها ببوم متل هيدا حطا معقولي تعملك فروت وتكلية كمان انا اكيد يعني حطا انا صايرة معي من اول سنة نحطوتي بقلب البو عام ننلعب عن الارب طعم تعمل اثنين او ثلاثين هوح이� allowed هلو في ان نقدر نزرع كزا شجرة صغارة نحن لناخد النوعية انو شفننها قدامنا هلأ كللن ها اكيده نعم اوفي ها ها اهم شغلة واسهل شي هي انو طريقة زراعة التين اوفي ويالي هي كتير سهلة التين يعني بتعيش كتما كان حطة هادي كله هاو هادة كلا اذا حطيناها به تراب cœل toute مع ماء بتعيش ووفاء تكفى بس أنا دائما أتفضل أنه ناخد الطريقة التقليدية ناخد عمد من سنت الماضي واحد من السنة نعم يلي هي أضمن طريقة حتى يطلع معنا شي مضبوط نشتغل على الأصول صح شو صار بالنيرسي طبعا تحلى الحياة؟ ماشي صار عنا كله أحلى نيرسي دكرة نعرضهم كلهم أكيد لازم نعرضهم مثل ما عم نشوف في عنا هوني شي من سنت الماضي طالع عنا الجزء سنت الماضي وهيدا جزء جديد ومنحطه بالترب أه هاي هاي لكتير صح وبيزارت في شهر بتكون عندنا شروش تين كتير قوية شو حلو يعني بدأ مساعدة كتير بسيطة وبتعيش كي خطت الثورة الشايناها صح صار عنا شجرة تين صح وبتعاملنا فوكي أكيد حلو ما في شك شكرا لألك وقل يعطيك ألف عافية طبعا نحن بإنتظارك مثل العادة بحلقات جديدة لنتعرف أكتر على الشطل جديد ضمن حلقات بتحلى الحياة شكرا لألك شكرا